موسيقى موسيقى المشكلة هو أنه الحي المحمدي كيفك يعرف الجميع هو واحد الحي اللي عنده أولا ما كان كبيرة ورمزية كبيرة عند المغاربة وخصوصا عند المؤسسة الملكية بحكم أن هذا الحي سبق وظهر المغفور له الملك محمد الخامس والمغفور له الحسن الثاني وكان من المفروض أن زائد الملك محمد السادس نصر الله قام بزيارة يعني في عشرين سنة وهذا الشيء جاء من مباشرة من بعد ما تم نصيب دياله. هذا إلى ذلك يدلع أن هذا الحي لأنه حي أولا اللي معروف أنه الحي اللي انطلقت من المقاومة وذلك المستعمر. هذا الحي اللي يضم مجموعة من النخبة في جميع المجالات الثقافية ورياديا ولكن للأسف هذا الحي اللي كان خصو من فروض هذا المكان اللي يعاطيها المؤسسة الملكية وهذه الاعتزال اللي يفتخروا بين المغاربة جميعا بحكم أنه حي اللي يضم جميع مكونات المجامع المغربي بحكم كان مصدر ديال واحد تجمع ديال العاملين والعمال اللي كانوا يخدمون في كاريان سنترال اللي هو معروف تعرف من بعد بكاريان سنترال هاد الحي اللي يضم تقريبا خالط من جامعين المغاربة وعندوا هاد الدلاثة ديال المقاومة وديال إنجاب الناس اللي يشرفون المغريب اليوم يعيش واحد الوضعية كاريتية ومزرية لا على مستوى البنية التحتية لا على مستوى الثقافة والفن ولا على مستوى التجاري والاقتصادي لأنه كانت نعادم فيه أي برامج تنموية اقتصاد إعادة تنظيم الباعة المتجوينين وبحكم أنه تحيي الكاريان بإعادة إيواء سكان دور صافح اليوم صبح بحج شبح وصبحوا جميع السكان دياله كيعانيوا بوحد نسبة كبيرة والشباب دياله من الفقر ومن عدم فورا الشغل وحتى المورد اللي كانوا كيعيشون اللي هي التجارة للأسف تحرموا منها بحكم جميع الأسواق اللي داروا فيه كلها باستثناء سوق واحد اللي انجح تابع المقاطعة السخور السوداء جميع الأسواق الأخرى عرفت فشل وكلها تقريبا دابا من عدم ما فيها الحركية التجارية ما فيها لا رواج لا خدمة زائد أنه فيها اللي تسد وفيها اللي تنهبات الممتلكات دياله واختافات وهذه الشي كامل مخالفات عدة فيها الناس اللي يجعوا وشرعوا محلات وتشي ضد القانون فيها الناس اللي يجعوا وكي يكريوا والناس اللي مستفدين مثل ثلاثة أربعة المحلات يعني عدة خروقات قانونية اللي كعاقب عليها القانون واللي المبادرة الوطنية تنمية الشرية كتمنعها بحكم أنها جادة باش واحد الفئة ضعيفة اللي يستفدوا منها ويستغلوها باش يحسنوا الدخل ديالهم اليوم كاللقاو هذه الخروقات وهذه الاختلالات كلها جمعناها وحطيناها في ميلف مطلبي زائد مطالب وزائد حلول ومقترحات اللي حطيناها للعمل باش نحلوا هاد المشاكين وباش نساهموا كجمعويين باش نحسنوا من ننجاح هاد العملية ديالتنظيم الباعة للجائلين ولكن للأسف مني كتشوف أنه ثلاث أربع سنوات ونتك ترسل مؤسسة لأولا من ناحية دستورية خاصة تستقبلك لأنك أولا عندك سيفاء زائد جيب مطالب زائد عندك حول القرب مني كنرسل ومني كنطالب المؤسسة العمالة من أجل أنها تفتح تحقيق وأنها تعطينا استفسارات وتعطينا المعلومات حول الناس اللي مستفدين وحول اللوائح وشكون هاد الناس اللي يستفدوا وطابعتهم واش أصلا من الباعة أو ماشي من الباعة للأسف مطلقين احترض وتخيل أنه باش تشوف الكاتب العام يعني مسؤول مسؤول عادي موظف من حقك أي مواطن يشوفوه نحن اللي أصلا جايبين مجموعة من الأمور اللي كتهم أولى المال العام كتهم الشأن العام كتهم الحياة المواطنين ولكن للأسف تواحد من هاد المسؤولين مجهوبنا وهذا كيدعو الاستغراب زائد تم إعفاء رئيسة قسم العمل الاجتماعي بحكم أنه كين فشلات فشل داريع في إنجح المشاريع منها المشروع دي الأسواق القرب زائد مشاريع أخرى كتهم الفان كتهم الرياضة للأسف من إعفاءها طالبنا بأنها يتحاسبوا جميع الناس اللي كانوا مشرفين وكانوا شدين الميزاني وكانوا يصهروا على تدبير في هذه الفترة للأسف تم إعفاءها بدون ما يطبقوا الفصل الدستوري اللي كي حتى على ربط المسؤولية بالمحاسبة المطلب اليوم كان طالبوا السلطات المركزية لا على مستوى وزارة الداخلية المنسق الوطني أنه يدخل ويشوف هاد الحي كيفاش واقع فيه يعني المخطط دي المبادرة في الوصل وشنو الناجحات اللي تحقتوا شنو هما الاختلالات اللي كينا وعلاش مقدروا شنجحوا هاد الأسواق زائد مشاريع أخرى دي المبادرة كان طلبوا وزارة الداخلية كذلك باش يفتح تحقيق وكل من كان متورط في هاد الفاشل وفي هاد الوضعية اللي وصل لها الحي محمدي خصو يتحاسب زائد أن هاد الناس لحد الآن راك يعيشوا بدون موريد دخل خاصهم يدار لهم حل وحل